أهمية الصور المصغرة التي تضعها في اليوتيوب على فيديوهاتك وما هي المواصفات المتطلبة في هذه الصورة هذا ما سوف نتطرق إليه اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة هيا بنا إلى التفاصيل أينما كنتم إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة على قناة الموسنات في هذه الحلقة إن شاء الله نتعرف على أهمية الصور المصغرة وما هي المواصفات المتطلبة في هذه الصورة التي وضعتها يوتيوب نذهب الآن إلى الصفحة أو إلى الموقع الرسمي الخاص باليوتيوب والذي يضع فيه سياسات الخصوصية وسياسات الاستخدام وكل ما يهم اليوتيوب ومطوري المحتوى أو منشئي المحتوى اليوم إن شاء الله نتعرف على أهمية الصور المصغرة ما هي أهميتها وكذلك ما هي المواصفات المتطلبة في هذه الصور نأتي الآن إلى المقاييس الخاصة بالصور منها الأفضل يجب أن تكون دقة الصور بـ 1280 في 720 بيكسل أما بالنسبة للصيغة تكون على صيغة PNG أو صيغة BMP أو صيغة تلقيف أو صيغة JPG ومنها الأفضل أن تقل الصورة على حجم 2 ميجا بيت هذه هي المواصفات التي يضعها اليوتيوب للصور المصغرة إذا كنت يعني تريد أن تحصل على أكبر دعم من هذه الصور المصغرة لأرشفة الفيديوهات الخاصة بك وبعض الأمور الأخرى أمر الصور المصغرة أمر مهم جدا حيث اليوتيوب يضع أربعة أمور أو خمسة تجعل الفيديوهات الخاصة بك يعني قوية الأرشفة ويعني تكون فيديوهات تحتل المراتب الأولى في محركات البحث المختلفة الأمر الأول هو جودة الفيديوهات يجب أن تكون الفيديوهات الخاصة بك ذات جودة عالية HD أو Full HD أو 4K وغيرها من الصيغة الاحترافية ثاني شيء هو العنوان الخاص بالفيديو ثالث شيء هو الكلمات المفتاحية أو العلامات التي تساعد في أرشفة الفيديو الخاص بك ورابع شيء هو الصور المصغرة هي كذلك تساعد في نوعا ما في أرشفة الفيديوهات على محرك البحث تابع لجوجل يعني محرك البحث الخاص بالصور كما أنها تعطي يعني نظرة رائعة جدا للفيديوهاتك أو لفيديوهاتك على القناة الخاصة بك كما أنها يعني من خلال مشاهدة الزائر للصورة الخاص بالفيديو يفهم 70% ما هو محتوى الفيديو أو على ماذا يدل هذا الفيديو أو ما هي الفكرة التي يريد أن يوصلها صاحب هذا الفيديو إلى الزائر لهذا فأصفاء الصور المصغرة للفيديوهات أمر مهم جدا واليوم إن شاء الله من خلال هذه الحلقة أشارك معكم طريقتي البسيطة التي أقوم من خلالها بإنشاء صور مصغرة لفيديوهاتي من خلال برنامج الفوتوشوب برنامج غني عن تعريف ننتقل الآن إلى برنامج الفوتوشوب أولا سوف أقوم بجلب أي صورة يعني خاصة المهم أن تكون الصورة تحتوي على المقاييس الأساسية لهذه الصورة المصغرة لليوتيوب ثم وذلك ما علي إلا نقوم بتحويلها إلى صورة ذات يعني بدون خلفية معلك لا الضغط هنا يعني إذا كانت لديك صورة معلك لا الضغط هنا على هذا الزر تظهر لك هذه الصورة يعني بدون خلفية يعني أنت يمكنك أن تقوم بإضافة الخلفية وتتحكم فيها ويمكنك أضافة أي شيء بدون أي مشاكل مثلا هذه الصورة التي هي بدون خلفية قم بحضار مثلا موضوع أو فيديو اليوم على مثلا الربح من الانترنت وأحاول أن أقوم بجلب يعني صور مصغرة ويعني إقونات تحتوي على الربح من الانترنت أو تدل على الربح من الانترنت أضغط هنا هكذا ثم أقوم بإضراج صور مثلا أذهب إلى الصور التي قمت سابقا بتحميلها مثلا أختار هذه الصورة أضغط عليها هكذا يتم إضراجها إلى مساحة العمل هكذا ثم ذلك أذهب إلى الخلفية الشففة التي وضعتها وأقوم بالضغط على زر التلوين هكذا ثم أقوم بتغيير اللون يعني سوف أقوم بإضافة اللون الخاص بالباكراوند هكذا أضغط عليها هكذا مثلا الآن بعد أن قمت بإضافة هذه الصورة الخاصة بالمال الآن أقوم بكتابة كلمات مفتاحية للفيديو أو التي تدل على محتوى الفيديو مثلا أكتب هنا أسهل طريقة نعود الآن إلى الكتابة بعدها قمنا بتصغير الخط هنا مثلا أسهل طريقة للربح هنا النات كلمة جيدة وكلمة دلالية رائعة جدا يعني تدل على أن هذا الفيديو للربح من الانترنت الآن يأتي الإبداع هنا يمكنك أن تقم بإبداع أي شيء يعني يساهم في إعطاء نظرة للصورة ومثلا هنا سأقوم بإضافة أشكال مربعة مثلا أو مستطيلة أو غير زيلك مثلا هكذا أقوم بتغيير اللون الخاص بالمربع هكذا مثلا هكذا جيد نقوم بقص هذا النص هكذا لنضعه لوحده وكذلك مع شكل آخر مثلا هكذا ثم نقوم بتغيير اللون كذلك هكذا جيد نرغط على اوكي من الكايبورد على انتري من الكايبورد ثم نقوم بلصق النص هنا على الشكل هكذا ربما نحتاج إلى تصغير هذا النص بعض الشيء هكذا جيد هكذا يعني أنت تعطي يعني انتباع رائع للصورة الخاصة بك يمكنك كذلك أن تقوم بالتعديل على هذه الأشكال هكذا مثلا ضغط على كونترول تي وأتحكم في الجوانب الخاصة بالصورة مثلا هكذا عفوا اشتركوا في القناة هكذا جيد يمكنك كذلك أن تقوم بإضافة أشكال أخرى المهم لا تكتر الصور في هذه الصورة حتى تكون بسيطة ومتناسقة مثلا أذهب إلى الصور التي قمت بتحميلها سابقا أقوم بضراج هذا السميل ثم أضعه هنا هكذا مثلا أو في أي مكان هكذا ثم أذهب إلى الممحات ثم أحتى ماجيك تول يعني الممحات الزكية حتى تقوم بمسح الأطراف الخاصة بهذا السميل هكذا جيد إلى هنا تقريبا أكون قد وصلت إلى إنشاء الصورة المصغرة الخاصة بك يعني هنا أنا فقط أعطيتك مثال صغير لكيفية إنشاء الصورة بسيطة واحترافية بعض الشيء للفيديوهات الخاصة بك بعد أن تنتهي من الصورة الخاصة بك يعني الأمر المهم هو الآن أن تقوم بحفظ الصورة بعنوان الفيديو يعني تحاول دائما أن تقوم بحفظ هذه الصورة بعنوان مناسب أو عنوان الفيديو مثلا أنا سوف أقوم بنصخ هذا العنوان الخاص بالفيديو أسهل طريقة للربح من النات هكذا ثم أذهب إلى بعد ذلك إلى حفظ الصورة يعني حفظ الصورة عفوا هكذا نذهب إلى حفظ الصورة بعد اللمسات الأخيرة هكذا الآن نأتي إلى صيغة حفظ الصورة أنا في الغالب أختار هذه الصيغة والتي تحتوي على جي بي ان جي وجي بي او جي وجي بي او هذه الصيغة التي رأينا بعضها او رأينا بعضها عفوا في التوصيات التي رأيناها في مدونة اليوتيوب يعني الصيغة الخاصة بالصور أقوم بالضغط على هذه الصيغة كما قلت ثم بعد ذلك أضغط على حفظ يعني أقوم بحفظ الصورة في أي مكان من الحاسوب الخاص بي هنا يمكنك أن تقوم بتحديد يعني الكواليتي الخاصة بالصورة وبعض الأمور الأخرى ولكن أنصحك أن تتركها على الوضع الافتراضي ثم 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 مباشرة على أوكي هكذا تكون قد قمت بإنشاء صورة مصغرة مطابقة لكل الشروط التي وضعتها شركة يوتيوب وكذلك صورة مصغرة تجلب انتباه المتابع وكذلك تدل على محتوى الفيديو إلى هنا أخوانا أخواتي أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة اليوم أتمنى من صميم القلب أنك قد استفدت يطبط لي ذلك بلايك للفيديو وكذلك كومنت تحفيزي أسفل الفيديو أو مشاركته لي سفيد الجميع وإذا كانت عزيه أول مشاهدة لقناة على المساعدة لا تنسى الضغط على زر سبسكريب وصابوني لتنضم إلى أزيد من 1450 متابع ولم يبقى لي سواء نحييكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في شرح جديد بإذن الله